يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا يوم غد الجمعة يبحث فيه تجدد أعمال العنف في أوكرانيا ويأتي الاجتماع بناء على طلب ليتوانيا بعدما أكد الرئيس الأوكراني بيترو يورشينكو أن أكثر من 9000 جندي روسي انتشروا في أنحاء شرقي البلاد وحضرت أوكرانيا من خطر تجدد هجمات الانفصاليين غدات موجة عنف جديدة خلفت 26 قتيلا شرق البلاد كما حضرت روسيا من جهتها من مغبة تنهيار عملية السلام